السلام عليكم كديري اللبس عليكم معكم القناة ديالشيوات اومبايا المراكشية اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد لات اخت او كيكا بطريقة سهلة ومبساطة وبمقادر في متناول جميع هاد الكيكا باردة ومنعيشة تنتمنى اتنال الاعجاب ديالكم وبصحة والراحة غادي نحتاجو في المقادر جوج بيضات نصف كاس ساندة بعبار العلبة نصف كاس حليب نصف كاس زيت مية قرام ديال دقيق الابيض جوج مع الكبار ديال البودرة تلكاكا والمر او جوج شاصيات واحد خمارة واحد فانية هاد هو ما المقادر اللي غادي نحتاجو في الطبقة الاولى غادي ندوزو على بركاتي اللي نديرو جوج بيضات نزيدو عليهم نصف كاس ديال ساندة نزيدو عليهم فانية نخلطوهم مزيان بالخلاط اليدوي غادي نزيدو نصف كاس ديال زيت ونخلطوهم زيان حتى تندمج لنا الزيت مع البيضو ساندة نزيدو عليهم نصف كاس ديال الحليب نزيدو ميات قرام ديال الدقيق الابيض نزيدو ميات قرام ديال الدقيق الابيض جوج مع الكبار ديال البودرة تلكاكا والمر واحد الخمارة ونخلطوه مزيان حتى ندمجو لنا العناصر ديالنا ديال كيكا هيا كيكا بعد ما تخلطت مزيان غادي نجيب واحد المول اللي كنتي تحل من الجنب غادي نلبسله البابي والامينيوم باج ميخرش لنا الخاليط من الجنب وغادي نحطوه في واحد الطاوة او لا طاو غادي نخوي الخاليط ديالي ديال كيكا نخوي في داك المول اللي البسنال البابي والامينيوم غادي ندخلو الفران يطيب على عافية مهي لما تحتاش طياب بزاف بعدما يطيب غادي نتلاقا ونشوفو الشكل نهائي ديالو هيا كيكا بعدما طابط هانتم ما شوفو كي تتجين وما تتحتاش طياب بزاف مش ما تجيناش قاسحة غادي ندوزو باش نسقيوها غادي نحتاجو كاس لنروبت الحليب انا استعملت لما مكنش وجد عندي الحليب ديك ساة غادي نجيبو معلقة كبيرة ديالسكر سانيدا معلقة صغيرة ديالقهوة سريعة الدوابان نديرو ديك معلقة كبيرة في الكاس دياللماء او كاس الحليب يكون دافي معلقة صغيرة ديالقهوة سريعة الدوابان ونخلطوه مزيان حتيدو بلي نسانيدا والقهوة غادي نحيد بابي الامينيوم نحيدو من كيكا باش ما نلقاش مشكيل بعد ما نسقيها غادي نحاول نحيدو بشوية من بعد ما نحيد بابي الامينيوم غادي ندوس كين من جناب الكيكا باش جيني سهلا فتحياد من بعد ما نسقيها غادي نخليها على جناب وندوس باش نحضر الطبقة التانية غادي نحتاج فيها نصف لتر ديال الحليب جوج فلوب نكها ديال الكارة عميل فلوب لسكر عشرين حبة ديال البيسكوي اي نوع بينا ميتين ميلي لتر ديال الكريم فريش انا استعملت كريم فريش حلو لان انا استعملت فلوم السوس معلقة صغيرة ديال القهوة سريعات الدوابان دابا غادي ندوز على بركات الله باش نحضر الفلوم غادي ندير نصف لتر الحليب هادي نزيد فيها معلقة صغيرة ديال القهوة سريعات الدوابان جوج شاصية ديال الفلوم بنكها ديال الكاراميل غادي نخلط الفلوم والقهوة سريعات الدوابان مع الحليب تاي يدوبوليا مزيان غادي نديرهم على نار نخليهم حتي يغلوا على ما نوجد الكريمة ديالي غادي نجيب خلط كهربائي ندير فيها ديك مياتين ميلي لتر ديال الكريم فريش نزيد عليها ديك عشرين حبات ديال البسكوي ليه الرست غير هرستهم بليد ديالي غادي نديرهم في الخلط الكهربائي يتطحنوا مزيان غادي نزيد نخلي عليهم ديك الفلوم بعد ما غلوا غادي نخلي هو باقي على كاكس خون غادي نعود نشعل علي الخلط الكهربائي ديالي حتي تحلي يدك الخالد اول خلط ديالي غادي نخويه فوق طبقة الاولى ديال الكيك ونقدو غادي ندوز ندخلو اللي مبريد حتي يبردم زيان غادي نحضر الطبقة الثالثة غادي نحتاج فيها مية جرام ديال الشوكولات انا استعملت الشوكولات العادي تقدرو تستعملو اي نوع بيتو غادي نحتاج واحد ليه غورت مسوس غادي ديبا نمشي ندير الشوكولات يضب في حمام مائي بعد ما داب ليه الشوكولات ها هو غادي نزيد عليها غورت مسوس ونخلط ليه غورت مع الشوكولات الاسود مزيان حتي ندمج ليه الشوكولات مع الياقورت دابا بعد ما الطبقة الثانية بردات مزيان وشدات راسها انتم ما شوفوا الشكل غادي نخوي عليها الشوكولات والياقورت اللي خلط كطبقة ثالثة ونصرحه مزيان فوق الطبقة الثانية بصور عا حنتيج مضغية بعد ما نصرحه مزيان غادي ندخلها لموج ميت برد هيا بعد ما خرجتها من الموج ميت غادي ندوز انا باش نزينها انتم ما زينوا على حسب الرغبة ديالكم بعد ما نزينها انطلاقوا دابا ايا لطاقت ديالي بعد ما زينتها بشكلات الابيض بهذا الشكل وخلط شوية ديال الشكلات الابيض دوبتو وخلطو مع الشكلات ديال الدهن وخرجتو بالبوش بها الطريقات بها الوريدات تنتمنى هاد لاتاخت اللي حضرت معاكم اليوم تنال الاعجاب ديالكم وبصحة وراحة وما تنسونيش من التعليقات ديالكم اشتركوا في القناة